إذن بالنسبة للدروس اللي تم الجهاز فيهم المتحان الخاصين بمثل علوم حياة والأرض مثلك علوم حياة والأرض هما كالتالي الدرس الأول استهلاك المادة العضوية لإنتاج الطاقة ومكلا نقول هذا الدرس هذا معروف الدرس الثاني اللي هو دور العضلة العيكالية المخططة في تحويل طاقة إذن كالتالي استهلاك المادة العضوية والعضلة من بعد الدرس الثالث اللي هو طبيعة الخبر الويراتي العضي ايه؟ علوم مجارب يعني رام عروف طرص دير طبيعة الخبر الويراتي أما الدرس الرابع فهو التأبير الخبر الويراتي العرامي الصاجري الأحمد الأمينية وإلى آخرين الدرس الخامس نقل الخبر الويراتي عبر التوالد الجنسي لكي يكون فيه الانقسام الاختزالي والظاهرة تخليط الضم سبغي والبي سبغي إذن الدرس معروف باش بالانقسام اختزالي ترتخلي الضم سبغي والبي سبغي ثم القوانين الإحصائية لانتقال الصفات الويراتية اللي هو قوانين منظر من بعد كنشوفوه الطرس اللي الهندسة الويراتية ومبادئوها وتقنياتها يعني هنتعرف على تقنيات الهندسة الويراتية ومجالات اللي كتستعمل فيها واشن هو الهدف من الهندسة الويراتية دونك هدا هو الدرس رقم سبعة اللي تحدد عي تم اجتياز فيه الاختبار والدرس الثامن والاخير اللي هو وعي الويراتة البشرية كيفاش نحسب ترددات الحليلة تردد أنمط الويراتية وشجرة النسب تحدد الحليل والممرض والسائد والمتنحي الانمط الويراتية وعلى اخيره اذا هدو هم الطرس اللي تحددوا بالنسبة لعلوم حياة والارض مادة شعبة علوم حياة والارض مادة علوم حياة والارض مادة علوم حياة والارض